اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتوظيل ما لم تستطيع عليه الصبرا اما السفينة فكانت مساكين اعملون في البحر فاردت المعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقه ما تضيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاتا اقربا رحما واما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحدثو كنزلهما وكان بوهما صالحا فارد ان يبلغا وشدهما استخرجا كنزهما رحمتا من ربك وما فعلته وعنم لي ذلك تأذيل ما لم تستع عليه صبرا ام يسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا انا مكان ما له في العدو اعطي له من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرر في عيد نحميته وجد عندها قوما قل لا يازل من قرنين اما ان تعذب اما ان تتخذبهم حسنا قال اما من ظلا فساب نعذبه ثم يرد لربه فيعذبه عذاب النقرى واما من امن وعمل صالحا فله جزال الحسنى وسنقود له من امر لا يسرى ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلغ على قوم لم نجعل لهم من دون سدرا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين جد من دونهما قوم لا يكادون يستخون قولا قالوا يا ذا القرنين ان اجوج ما اجوج مفسدون في الله فهل نجعل لك خرجنا على ان تجعل بيننا بينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيره فاعينوني بقوة نجعل بينكم بينهم ردبا آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوميذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمعا افعسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعددنا للكافرين نزلا قل هل ننبوكم من الاقسرين عمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومحسبون ان ومحسرون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وازنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ان الذي لا منوع من الصالحات قالت لهم جنات الفرد وسل نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم له واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنا العز مني واشتعل الرأس شيبا ولما كن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت براتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرسني ويرس من آل عقوب وجعله رب يضيا يا زكريا إن نبشرق بغلام اسمه يحيا لما جعل له من قبل سميا قال رب أن ما يكون لغلام وكانت براتي عاقرا وقد بلغ من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبض لم تكن شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاث ليالين سبيا فخرج على قابه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتينا أخر حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرّا بولدي فلم يكون جبار عصيا وسلام عليه يوم غلد ويوم يموت طيام يبعث حيا واذكر في الكتاب مغيّا إذ انتبذت من نهلكا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسألنا إليها روحنا فتمثلها بشرا سبيا قالت إن يعوذي الرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما نرسل ربك ليهب لك غلاما سكيا قالت أن يكوذني غلام ولم ينفسي بشر ولم يغبقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمر مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاه المقاضي لجزع النقلة قالت يا ليتني مت قبلها ذابكم برسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهذي إليك بجزع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشرقي وفكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر حدا فقولي إني نزورت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت خارون ما كان أبوك مرأسا وما كانت غبغيا فأشرت إليه قالوا كيف نكلب من كان في المهج صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب جعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة جماد ضحيا وبرا بولدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولدهم سبحانه إذا يقضوا أمرهم فإنما يقضوا لأخوكم فيكون وإن الله ربي ربكم فعبدوه هذا سراطه المستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويد للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع به مع بصر يوم يأتودنا لكن الظالمون اللي في ظلالهم مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الله ضمن عليها وإلينا يرجعون ويكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبي إذ قال لأبيه يا أبتنا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبشر ولا يغني عنك شيئا يا أبتني قد جاءني من العلم ما ربئتك فاتبعني أهدك سراطا يا أبتنا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغبنا أنضعنا لهتي يا إبراهيم لإن لم تنضحي لأعرض أنك هدرني بليا قال سلام عليك سأستغبر لك ربي إنه كان أبي حفيا وأعتذلكم ما تدعون من دون الله ودعوا ربي عسى ألا كون بدعاء ربي شقيا فلما أعتذلكم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق عقوب وكرنا وجعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا شزقنا عليا وانكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن قربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا خاف هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق وعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والذكا وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مخاما عليا أولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجذبينا إذا رتنا عليهم عياد الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأمر عمل صالحا فأولئك تخلون الجنة لا أصدمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغة الله سلاما ولهم نسمون فيها بكرتا وعشيا لذلك إذا نطلطي نورث من عبادنا ما كان تقيا وما نتنزل الله بأمن ربك له ما بين أيدينا ما خلفنا ما بين ذلك ما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما عمدت لساق فرجحيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبض لم يكن شيئا فوربك لنحشر عنكم الشياطين ثم لنحذر عنكم حول جهنم ويسيا ثم لننزعن من كل شيعة ليهما شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منك بالله واردها كان على رب حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقون ذر الظالمين فيها جسيا وإذا تطلع لبعياتنا بينات قاد الذين كفرود الذين آمنوا أي الفريقين خيرهم مقاما هو أحرر أو أحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمذلك الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب إما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدى هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرهم مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أن مالا وولدا فأطلع الغيب باتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول رمض لهم من العذاب مدى ونرسه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم يكونون عليهم لدى ألم ترى النار فلالشياطين على القافرين تأوزهم الزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدى يوم نحشر المتقين للرحمن وفدى ونسوق المجدمين لا جخانا وفدى لا يملكون الشفاعة عند الرحمن لا يملكون الشفاعة لله من اتخذ عند الرحمن عهده وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا ادام تكاهد السماوات تبطرن منه وتنشق الأرض داخل الجبال وخده أندعوا للرحمن ولده وما يملكون للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات الأرض إلا ترحمن عبده لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالح هادثة يجعل لهم الرحمن وده فإنما أسرناه بلسان بتبشر به المتقين وتومد ربه قوما وده وكم أهلثنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من نحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرت لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلا الرحمن وعد العرش استوى تفو ما في السماوات ما في الله ما بينهما ما تحت السراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وقفة الله لا إله إلا وله الأسماء الحسنى وهل تقى حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم قفوا إني آنصدر لعلياتكم منها بقبس وجد على ابناء الهدى فلما أتاها نوديا يا موسى إني ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اختردك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة بذكري إن الساعة تأتيت أنك أدخ فيها لتجزى كل نفسي بما أدسع فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وهاه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكو عليها وهش بها على غنمها ليفيها مآل بخرا قال ألقها يا موسى فألقها بيذا هي حية بسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سيرتها به أزري وأشرك في أمدي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه بالتابود فأقذره باللام فللقه اللام وبالصاحل يأخذه وعدولي وعدول الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أذلكم على ما يكفر فرجعناك إذا أمك كي تغر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغام فتناك قطولا فلبفت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك النفس إذهبا أن تخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعن إنه تغى فقول له قودا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتيها فقولا إن رسول ربك ورسل معنا بني إسراء إذا لا تعذبهم قد جئناك بآياتهم من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أند العذاب على من كذب وطول قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كلش خلقه ثم عدا قال فما بعد القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا يدل فالذي الذي جعل لكم الله بحدا وسلك لكم فيه سبل وأنزل من السماء ماء فاخذنا به الزوج من نباتهم شتى كلوا وراء أمعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناك وفيها نعيدكم إنا نخرجكم دار أخرى ولقد رينا وآياتنا كلها فكذب أبا قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحرك مثلي فجعل بيننا بينك موعد لا نقلب ه نحن ولا أبنك فكان أسوى قال موعدكم يا مستينات وأن يحشر عن الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفروا عن الله كذبا ويصحبكم بعذاب وقد خاف من افترى فتنازعوا ومرهون بينك ما سروا المجوى قالوا إن هذا لساحر عن جيد لأن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقة كبر المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد وقد أفلح وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقوا فإذا حبالهم وعسيهم وخير ليه من صحر من هبس فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر سجدا قالوا أمانا برب هارون موسى قال آمنتم له قبل أن نازل لكم إن نخول كبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم فلو قطعن أيديكم عبد لكم من خلاف ولو صلبنكم في جيوع النخل ولتعلم أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن أثرق على ما جاءنا من البينات الذي فطرنا فاقد ما أنتقض إنما فاقد هذه الحياة الدنيا إنا آماننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحان فأولئك لهم الدرجات العلام جنات عدن تجري من تحت الهار خالدين فيها وذلك جساء من تسكى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِذَا مُوسَى أَنَّسُ بِعْبَادِي فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِي وَسَلَا تَخَابْ دَرَكًا وَلَا تَقْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَانُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ من الأمن ما غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَانُ قَامَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَوْجَيْنَاكُمْ من عدوكَ وَعَدَنَاكُمْ دَارِبَ الطُّودِ الأَيْمَنَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ وَلْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوَ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٍ لِمَا أَنْتَابُ أَمْرَ عَمْلَ الصَّالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أَعْلَئِي عَلَاثَرِي قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعْدُكُمْ رَبُّكُمْ عَدًا أَحْسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ وَمَّا أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوَعِدَكُمْ مَلْكِنَا وَلَكِنَّ أَحْمِّ اللَّهُ سَرًّا مِنْ سِينَةِ الْقَوْمِ فَقَتَفْنَاهَا فَكَذَلِكُ الْقَسْسَامِي فَأَخْرَجَ لَكُمْ عِجْلًا وَجَهْدَ لَكُمْ أَخْوَارُهُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهِكُمْ إِلَهُ مُوسَى فَنَسِي أَفَلَا يَرَوْوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا أَمْلُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَعَا وَلَقَدْ قَالَ لَكُمْ هَذُورُ مِنْ قَبْلِيَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ أَبْرَهَ عَلَيْهِ عَاكْفِينَ حَتَّى يَرْجَعِ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُورُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتِهُمْ ضَرُّوا أَلَّا تَتَّابِعًا أَفَعَصَيْتْ أَمْرِي قَالَ يَبَلَأُمَّ لَا تَأْخُذُ بِاللَّحِيَةِ وَلَا بِرَأْسِهِ إِنِّي غَشِيدًا تَقُولَ فَرَّقُتْ بَيْنَ بَنِي سُرَاءِ إِذَا لَمْ تَرْقُوا بِقَوْلِهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ فَصُرُتْ بِمَعْلَيْا بِسْلُوبِهِ فَقَبَضْتْ قَبُضْتْا مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَضْتْهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَعْدًا لَا أُتُخْلَفَةً وَانْظُرِ لَا إِلَهِكَ الَّذِي صَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَةً لَنْ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِبَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَةً إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد السبق وقد أتيناك من لدون ذكرى فإن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة فزرى خالدين فيه وسالكم يوم القيامة حملا يوم ينفخ بالصول ونحشر المجرمين يومئذ سرقا يتقافتون بينك من لبسم الله عشران نحن على بما يقولون إذ يقول أنسلهم طريقة لبسم الله يوما ويسألونك عن الجبال فقل أنسلها ربي نسفا فيزلها قاعا صففا لا ترى فيها عواجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عواج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنضع الشفاعة لله من أذن الله الرحمن رضا له وقولا يعلم ما بين أيديهما خلفهم لا يحيطون به علما وعنت البدور للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخاب ظلما ولا هضما وكذلك أنسلناه قرآن العربية وصرفنا فيه من الوعيد لعلما اتقونه يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب جدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فانسلمنا جدله وعزنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج أنك ما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هلد الغعلى شزرة الخلق ملك الله يبلى فأكلا منها فبدت له ما سواته ما عطفقا يقصفان عليه ما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغبا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وعدا قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا يشطى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضوكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتكاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة شد أبقى أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلكم من القرود مشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمتهم سبغت بالربك لكاذا لساما وأجلهم ساما فاصبب على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلع الشمس قبل غروبها ومن آلاء الليل بصبح أطرا فارهر لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة للدنيا لنفتدهم فيه ولسك ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة يستمر عليها لا نفسك رسقا نحن بذوقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسل بيلنا رسولا فلتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل أم تربسوا فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السبي ومن اهتدى صدق الله العظيم اشتركوا في القناة